الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والسيء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة العاشرة والأخيرة من الوحدة السابعة هذه الوحدة التي تكلمنا فيها عن الخبر المردود والأحاديث مردودة فتكلمنا عن الضعيف وأقسامه وتكلمنا عن المردود بسبب سقط في السند وضربنا له مثالين المرسل والمدلس وتكلمنا كذلك عن المردود بسبب الطعم فرراوي وتكلمنا عن الموضوع كمثال له واليوم نتكلم في هذه المحاضرة عن نوع آخر وهو المضطرب المسألة الأولى فيما تعلق بالمضطرب تعريفه وهو في اللغة هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا هذا من حيث اللغة أما في الاصطلاح فقال المصنف هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة والحقيقة هذا التعريف يعني لا يشمل ما يقصد بالاضطراب كاملا نعم هو ما روي على أوجه مختلفة متعارضة متساوية في القوة لكن ينبغي أن يضاف إلى التعريف مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح وهذا ما سيظهر جليا في الكلام على ما يأتي من مسائل إذن فتعريف الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح بين هذه الروايات مختلفة شرح التعريف أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح إذن فهذا الشرح أضاف إلى التعريف ما ذكرناه سابقا المسألة الثالثة وهي شروط تحقق الاضطراب يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطا هما أولا اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما العمر الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح روايات على أخرى فإذا اختلأ أحد هذين الشرطين وأمكن الجمع بين الروايتين أو الحديثين أو أمكن ترجيح أحد الروايتين على الأخرى فلاضطراب فالافتراب بمعنى أنه إذا ترجحت أحد الروايات الأخرى أو أمكن الجمع بينهما بشكل مقبول فإن صفة الافتراب تزول عن الحديث ونعمل بالرواية الراجحة في حال الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حال إمكان الجمع بينها أقسام الافتراب وهي المسألة الرابعة الافتراب عندنا ينقسم بحسب موقع الافتراب فيه إلى كسمين مضطريب السند ومضطريب المتن لكن وقوع الافتراب في السند أكثر من وقوعه في المتن ومضطريب السند مثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال شيبت يهود وأخواتها هذا الحديث ذكر الإمام الدار القطني في كتابه العلل أنه مضطريب فقال هذا مضطريب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق أي السبيعي وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه فمنهم الرواهم رسلا ومنهم الرواهم وصولا ومنهم من جعلهم من مسند أبي بكر ومنهم من جعلهم من مسند سعد ومنهم من جعلهم من مسند عائشة وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر إذن فهذا هو الافتراب بعينه المضطريب المثل مثاله ما رواه التلمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة هذه اللواة التلمذي ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فالحديث الأول يثبت أن المال حق آخر سوى الزكاة والحديث الثاني لا يثبت أن في المال حق آخر إلا الزكاة فقط قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل ممن يقع الاضطراب؟ الاضطراب يقع من راو واحد أحيانا بأن يلوي الحديث على وجههم مختلفة وقد يقع الاضطراب في حالة أخرى من جماعة بأن يلوي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين المسألة السادسة سبب ضعف المضطرب سبب ضعف المضطرب أن هذا الاضطراب والخلاف الحاصل بهذه الصورة ذكرناها يشعر بعدم ضبط الرواه ولذلك ضعف المضطرب لأجل هذه القضية آخر مسألة عندنا فيما تعلق بالحديث المضطرب وهي أشهر مصنفات فيه وقد صنف فيه العلماء كتبا من أشهرها وأجودها وإن كان لم يؤثر عليه إلى الآن كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالحديث المضطرب وبه ننتهي من النوعين الذين مثلنا بهما على الحديث الذي رد بسبب الطعن في راويه وبه ينتهي الحديث على الحديث المقدود عموما في الوحدة السابعة والله أعلم وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته